ارتفاع ملحوظ يشهده سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء بوسط العاصمة. الشرق نيوز قامت بجولة من أجل معرفة أسعار العملة الصعبة، حيث أكد لنا بعض تجار العملة الذين رفضوا تصويرهم أن الدولار وصل إلى أعلى مستوياته في هذه الفترة، حيث يبيعون مئة دولار أمريكي بخمسة عشر ألف دينار. تواصل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية في السوق السوداء جعلها تقترب من قيمة اليورو، الذي استقر مؤخراً في حدود خمسة عشر ألف وتسعمائة دينار لمئة يورو للبيع. تقارب سعري اليورو والدولار مقابل الدينار هو سابقة في السوق الموازية للعملة الصعبة بالجزائر، فعادة ما كان الفارق كبيراً يتجاوز ثلاثة آلاف دينار ليتقلص إلى تسعمائة دينار في الأيام الأخيرة. بعض النشطين في هذه السوق بالعاصمة توقعوا ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء لتقترب أكثر من العملة الأوروبية، في حين رأى آخرون استقرارها في المستوى الحالي، فيما ربط أغلبهم أن مسألة تقارب سعري العملتين بصرفهما في السوق الدولي، على اعتبار أن قيمة اليورو اليوم أصبحت تعادل 1.07 دولار.